بسم الله الرحمن الرحيم المدارس أو المذاهب النحوية لدينا عدة مذاهب نحوية ذكرنا منها بالأمس المذهب البصري والمذهب الكوفي وهناك كذلك المذهب البغدادي والمذهب الأندلسي والمذهب المصري أما بالنسبة للمذهب البصري فتحدثنا عنه وعن نشأته وأنه هو أول المذاهب النحوية نشأة وعلماؤه هم أشهر علماء النحو أو هم وضعوا علماء النحو العربي بدءا بأبي الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه وقد وني المذهب البصري على السماع المشروط من ثقات العربي وخلصائهم ولا يأخذون من الأعراب الذين عاشوا في الحاضرة ولذا فقد اشتهر علماؤهم بالرحلة إلى البادية وكذلك مشافاهة الأعراب والأخذ منهم فجاء نحوهم أكثر ثقة في النقل مبنيا على التشدد في اضطراط القواعد النحوية مدعوما بالعلل والأقيسة وضبطوا نظرية العامل وكذلك نظرية العلل بعد ذلك تحدثنا عن المذهب الكوفي وهذا المذهب نسبة إلى الكوفة لأن علماؤه كانوا في الكوفة وقد نشأ هذا المذهب متأخرا عن مذهب البصرة بمئة عام تقريبا ويعد أقوى المذاهب منافسة لمذهب البصرة وخالف هذا المذهب مذهب البصرة في التوسع في السماع قد كان مذهب الكوفة أو مذهب البصرة يأخذ بالقياس أما مذهب الكوفة فتوسع في السماع فأخذوا من البدو ومن الحضر بينما كان مذهب البصرة كما ذكرنا لم يكن يأخذ إلا من أهل البادية ولم يأخذ من العراب الذين اختلطوا بالحاضرة فجاء مذهبهم أكثر وتساهنا في بناء القواعد ووضعها ولذا كثر القياس عندهم ولذلك كثر القياس عندهم والتجويز والتسويغ لكثير من الوجوه والاستعمالات من أشهر علماء هذا المذهب الرؤاسي والهراء وإمام هذه المدرسة الكسائي وكذلك الفراء وثعلب نأتي بعد ذلك إلى المدرسة الثالثة أو المذهب الثالث وهو المذهب البغدادي هذا المذهب تأخرت نشأته عن المذهبين الذين قبله وبنيت آراء علمائه على آراء العلماء السابقين في المدرستين السابقتين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة ولذلك كانت آراء علماء هذا المذهب مزيجا من آراء الكوفيين والبصريين ومن أشهر علماء هذا المذهب ابن كيسان والزجاجي وأبو علي الفارسي وابن جني وابن الشجري والزمخشري وأبو البركات ابن الأنباري وابن يعيش وقد أخذوا بآراء المذهبين كما ذكرنا المذهب البصري والكوفي وقارنوا بينهما كما في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات ابن الأنباري أما بالنسبة للمذهب الأندلسي وهو رابع المذهب النحوية وقد نشأ هذا المذهب في الأندلس وكان في بداية أمره مبنيا على الانتقاء من المذهب السابقة له أي من المذهب البصري والمذهب الكوفي والمذهب البغدادي ومن أشهر علماء هذا المذهب ابن مضاء القرطبي وقد كان عالما في النحو وكان قاضيا وكان يأخذ بآرائه في المذهب الأندلسي وكذلك العالم ابن خروف وابن هشام وابن عصفور وابن مالك وأبو حيان الأندلسي أما بعد ذلك فلدينا المذهب الأخير وهو المذهب المصري المذهب المصري نشأ في مصر وذلك سميها المذهب المصري وقد اعتاد علماء هذا المذهب على آراء المذاهب التي قبله على آراء المذاهب التي قبله الكوفي والبصري والبغدادي والأندلسي وكان لهم بعض الترجيحات والاجتهادات الخاصة ومن أشهر علمائه ابن باب شاذ وابن حاجب وابن عقيل والسيوطي والأشموني والصبان إذن هذا المذهب كان في آخر المذاهب النحوية وتأثر بالمذاهب الأربعة التي قبلها المذهب البصري ثم الكوفي ثم البغدادي ثم الأندلسي ننتقل بعد ذلك إلى التدريبات الخاصة بهذه المذاهب أو هذه المدارس النحوية في السؤال الأول يقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة في مائل الخليل ابن أحمد هو واضع علم النحو العربي الجواب الصحيح أن واضع علم النحو العربي هو أبو الأسود الدؤلي الذي جاء قبل الخليل ابن أحمد إذن جاء بخاطئة أبو الأسود الدؤلي كانت نشأة النحو بسبب ما سمع من اللحن وهذا صحيح كانت نشأة النحو بسبب ما سمع من اللحن سواء في القرآن أو في الكلام العربي وضع العرب قواعد النحو ثم بحثوا عن السماع لدعمها لدعم تلك القواعد وهذا خاطئ لأنهم لم يضعوا القواعد في البداية ابتداء إنما سمعوا ثم قعدوا لما سمعوا فجاء السماع قبل القياس قبل وضع القواعد إذن نقول هنا السماع أولا كان العرب متسامحين مع اللحن في أول الأمر لو كان العرب متسامحين مع اللحن في أول الأمر لما ابتدأوا بوضع القواعد لذلك إذن هذه الإجابة خاطئة والصحيح العكس لم يكونوا متسامحين مع الخطأ من أسباب العناية بالقواعد طلب الخفة اللفظية ورفع اللبس المعنوي وهذا صحيح طلب الخفة في اللفظ فابتعدوا عن الألفاظات المخارج الصوتية القريبة مثل الهوع ونحوها من الكلمات وكذلك رفع اللبس المعنوي كما ذكرنا في مثلا أكرم عيسى موسى أو نحوها في أنهم جعلوا القواعد لرفع اللبس عن المعنى وذلك قد تحدثنا عنه بهذا ننتهي من الوجه الأول في الأسئلة نأتي إلى بعد ذلك السؤال الحادي عشر القواعد الوظيفية تكتسب بالسلقة بالبيئة الصحيحة وهذه المعلومة صحيحة فالقواعد الوظيفية تكتسب بالسلقة بالبيئة الصحيحة إذن هذا شوابه صحيح المذهب البغدادي أشهر المذاهب العربية والصحيح أنه المذهب البصري المذهب البصري هو أشهر المذاهب العربية وليس المذهب البغدادي المذهب البصري أول مذهب نحوي هذه المعلومة صحيحة فالمذهب البصري هو أول مذهب نحوي المذهب البصري أكثر المذاهب توسعا في السماع هذه المعلومة خاطئة فالمذهب البصري كان يهتم بالقياس بينما السماع كان المذهب الكوفي هو الذي يتوسع فيه لم يكن المذهب البصري يتوسع في السماع إنما كان يسمع عن أهل البوادي فقط ولم يسمع من من عاش من العرب في البادية ثم اختلط بالحاضرة إذن هذه المعلومة غير صحيحة الزمخشري من علماء المذهب الأندلسي الزمخشري من علماء المذهب الأندلسي كما مر معنا تدريبات الوجه الثالث تدريبات على الوحدة السادسة أيضا ثانيا اختر الجواب الصحيح مما بين الأقواس أولا العلم الذي يبحث في الكلمة حال إفرادها هو علم هل هو علم الصوت أو الصرف أو النحو العلم الذي يبحث في الكلمة حال إفرادها هو علم الصرف ثانيا العلم الذي يبحث في الكلمة حال تركيبها هو علم الكلمة عندما تأتي في جملة أي تأتي في التركيب في الصياغة العلم الذي يبحث في الكلمة حال تركيبها هو علم النحو ثالثا بلأت الدراسة النحوية عند العربي في القرن الهجري الأول أو الثاني أو الخامس عشر طبعا ذكرنا أن أبو الأسود الدؤلي هو أول من جاء أو أول من بحث في هذا العلم أو وضع قواعده الأولى وقد عاصر الإمام علي بن أبي طالب والإمام علي بن أبي طالب عاش في القرن الأول كما هو معروف إذن نربط أبو الأسود الدؤلي بعلي بن أبي طالب فنعرف مباشرة أنه في القرن الأول بدأت الدراسة النحوية وليس الثاني إنما هو القرن الأول لعل هذا خطأ مطبعي رابعا الكلمة واشتقاقاتها من مباحث علم اشتقاقات الكلمة من مباحث علم الصرف من مباحث علم الصرف لأنه يبحث في الاشتقاق خامسا تغير الحركات العرابية لأواخر الكلمات من مباحث علم العلم الذي يبحث في أواخر الكلمات وفي تغير حركاتها العرابية هو علم النحو كما عرفنا من قبل إذن تغير الحركات العرابية لأواخر الكلمات من مباحث علم النحو نأتي بعد ذلك إلى إجابة الأسئلة الأخيرة يقول الكلمات العربية إما أن ينظر إليها وهي مفردة وهذا يقدمه علم الصرف وإما أن ينظر إليها في سياق الكلام وهذا يقدمه علم النحو كما قد جاء بالإجابة إذن يقدمه علم علم النحو قام أبو الأسود الدؤاني بوضع علم النحو على الأرجح وذلك بعد أن سمع اللحن بعد أن سمع اللحن والإجابة موجودة جاءت القواعد التي وضعها اللغويون لأجل رفع اللبس في المعنى كما ذكرنا ذلك من قبل لأجل رفع اللبس في المعنى بعد ذلك قال وجاءت أيضا لأجل الخفة في المبنى أي أن القواعد التي وضعها اللغويون جاءت لأجل الخفة في المبنى أي في مبنى الكلمة بعد ذلك يقول الصرف علم يبحث في أحوال فراغ الكلمة الصرف علم يبحث في أحوال بنية الكلمة أي بناؤها وعدد أحرفها ما يتقدم منها وما يتأخر وما إلى ذلك والمعتل منها والصحيح الكلمة العربية ذات أصول أصول ثلاثية الكلمة العربية ذات أصول ثلاثية فلو أخذنا مثلا الفعل استقبل أو استنصر مثلا أو استغفر أصلها الثلاث من غفر ونصر وقبل لمعرفة الصيغ العربية يستخدم الميزان مباشرة إذا قال الميزان في النحف يقصر به أو في الصرف يقصر به الميزان الصرفي ثامنا لحركة عين الفعل الماضي مع المضارع مع مضارعه أبواب فراغ أبواب هي فتح أو قال فتح يفتح وضرب يضرب ونصر ينصر وهي ستة أبواب بالفراغ الأخير نصر ينصر تاسعا كان العرب يتحدثون لغتهم العربية دون دراسة بل باستريقة نعم العربي الأصيل الذي لم يخترط بالأعاجم ولم تؤثر فيه لغة الأعاجم منذ إلادته يتأثر بلغة والديه فيكتسب اللغة العربية مباشرة يكتسبها ويتحدثها بالسريقة دون أن يخطئ بينما في هذا الزمن وقد أثرت علينا اللغة الأخرى وأثرت علينا العامية المشتهرة أصبح كل واحد مننا يحاول أن يتكلم اللغة العربية وقد يخطئ فيها فيتبع القواعد حتى لا يلحن فنجد السريقة قد تأثرت وتغيرت نوعا ما إلى هذا الحد نصل ونسأل الله أن ينفع بما قلنا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر